هذه هي حال المسجد الأموي الكبير في حلب القديمة يقدم صورة واضحة على الثمن الباهظ للصراع السوري المسجد الشهير الذي يعود إلى القرن الثامن الميلادي تحول إلى ساحة حرب بين مقاتلين معارضة وقوات الأسد التي انسحبت منه للمرة الثالثة منذ فبراير الماضي بعد اشتباكات عنيفة ترك الرصاص ندوبا عميقة على جدرانه وأعمدته المنحوطة دمرت مئذنته ونهبت الآثر الإسلامية الثمينة بما في ذلك صندوقا يقال إنه يحتوي على خصلة من شعر النبي محمد في كل مرة يسيطر مقاتلون معارضة على المسجد تعود قوات النظام لتجبرهم على التراجع خلال أقل من 48 ساعة هم يسعون اليوم للتوجه من المسجد باتجاه القلعة التي تتربع على عرش تلة تطل على مدينة حلب وتشكل معقلا لقوات النظام مريش حادة العربية